انه الرئيس الصيني ربما يغيب عن قمة جي توينتي او مجموعة العشرين او ده اللي باين يعني اعلنوا انه مش هيشارك مش هيشارك ليه؟ الله أعلم المعنى في بطن الشعر ويعني ده امر داخل الصين لكن الهند والصين جران وجران بينهم ايه؟ توطر على الحدود في مشاكل بينهم على الحدود توطرات على الحدود فيه ساعات اشتباك فيه ناس بتموت غيره بس الحدود الصينية الهندية فيه توطر وفيه خلافات ونزاعات على الحدود حتى في منطقة الهملايا وغيره الرئيس الصيني مرحش او مش هيروح الجماعة اخوانا في الهند يعني بينظروا الامر برايبة وارتياب وقال لا هو مش جاي ليه؟ هو عايز يفخخ او يفشل القمة ده طيب تعالوا نشوفها ايه؟ تداعيات غياب الرئيس الصيني تشيء عن قمة العشرين المراقبين الهنود قالوا انه هما مقتنعين بان الصين تريد افساد الحديث افساد الحدث المقام بالهند في وقت يشهد خلافا ثنائيا بسبب الحدود المتنازع لها عشان الخلاف الحدودي الجماعة المراقبين الهنود قالوا انه عايز يفسد القمة يفشل هذه القمة طبعا الفينانشال تايمز قالت البريطانية غياب الرئيس الصيني ده ضربة لرئاسة الهند لتجمع متعدة اطراف اهو قدام حضراتك اهو قالوا دي ضربة للهند وزعزعت مكانة المجموعة على اساس انها منتدى بارز للقيادة العالمية مسؤول غربي مشارك في التحضيرات لقمة النيدولهي قال ان غياب تشي جين بينج الرئيس الصيني يعني شيئا واحدة هو انهم كانوا يعملون على تخريب العمل المشترك تولع الصحيفة الفينانشال تايمز البريطانية قالت لم تؤكد الصين بعد القرار لكن كل الامور بتقول انه مش هيجي وقالت الصين تريد افساد الحدث في وقت يشهد خلافا ثنائيا على المنطقة الحدودية طبعا الصين قرارها بيأتي فيه بعد اشهر من الترتيبات الوزرية والتحضيرات لمجموعة العشرين وفي الخلافات الحقيقة حول بند او ملف الرعاة الصحية ملف المناخ والحرب الرسالي الإكرامية عامل خلاف بين العضاء العشرين والاعباء بين الدول الغنية والدول الثارية واعتقد زي ما الهند قالت انه الرئيس التنفيذية لمركز انانتا بن الهندي اندراني باجيشتي قالت كانت الصين المعارض الرئيسي للتوافق في كل القضايا في كل القضايا اللي كان فيها محل خلاف كانت الصين هي اللي بتعارض فبالتالي زي ما قالت فاينانشال تايمز قالت ستكون هذه المرة الاولى التي يغيب شيء او اي رئيس صيني عن القمة واسوأ ما قد تتعرض له الهيبة الهندية هو غياب الرئيس الصيني وبعدين قالوا من 2008 لم يغيب رئيس الصيني وانفصار روسي عن الغرب هو اللي مزق المجموعة من روسي المجموعة العشرين وقالوا انه ربما هناك صراع بين الانظمة التي تسمى نفسها الديموقراطية والانظمة التي يسمونها سلطوية وقالوا انه الصين زي ما استرعت وزالت الخارجات الصينية اول مبارح قالت انها ستعلن خطط الصفر في الوقت المناسب ومحدش يستعجل وبسرعة الرئيس الامريكي جو بايدن اعرب عن امله انه هو يحضر قال اتمنى انه يحضر الرئيس الصيني القمة عشان اقابله واشوفه والفاينانشال تايمز لفتت الانظار الى انه غياب شيء يقدم فرصة للرئيس الامريكي بايدن والقادة الغربيين الاخرين ليبرهنوا على ان الدول النامية انهم مستعدين كغرب لمساعدتهم وان الصين ابدا لن تكون مساعد لهم بعدين رابطوا في الفاينانشال تايمز بين ترابط بريكس اللي كان بادي في جنوب افريقيا بين الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وروسيا وبين غياب الصين عن الهند قالوا طب ازاي انتم متمسكين وعملين بريكس وازاي النهاردة الصين عايزة تفشل قمة مجموعة العشرين وقالوا ان ده يمثل اهانة للهند بشكل متعمد من الصين وبايدن قال انه انا اشعر بخيبة امل نتيجة غياب الرئيس الصيني عن قمة مجموعة العشرين وقال يعني انه انا هزور الهند هاعد ثلاثة ايام وبعد نطلع على فيتنام لانه الادارة الامريكية بتسعل تعزيز العلاقات مع جنوب دول جنوب شرق اسيا وغياب الصين ربما يفخخ القمة زي ما بتقول الصحف الغربية زي الفينانشال تايمز البريطانية اشتركوا في القناة